جماعة في فيديو أمس تكلمت عن انخفاض راح يحصل في سوق الكريبتو وتماما بعد ما نشرت هذا الفيديو حصلنا هنا على انخفاض في الإيثيريوم والبيتكوين والسولانا وكمان لكل سوق الكريبتو بشكل عام نبدأ نشوف جماعة هنا بأنه في حمام دم في السوق طيب والآن جماعة راح نتكلم عن إيش هي الحركة الكبيرة القادمة اللي راح تكون في هذه الأسواق مش فقط هذا الشيء ولكن كمان راح وريكم جماعة إيش اللي يحصل لخلف الكواليس وكمان راح وريكم ليش حصلنا على هذا الانخفاض ورح أقول لكم إيش الحركة الكبيرة القادمة المحتملة اعتمادا على اللي يعملوا الحيتان الكبيرة خلف الكواليس لأنهم الآن يحاولوا يدخلكم في فخ كبير راح يحاولوا ياخذوا أموالكم وإذا ما شفتم هذا الفيديو من البداية إلى النهاية ربما قد ينجحوا بعمل هذا الشيء فتأكدوا من أنكم تشوفوا هذا الفيديو راح نتكلم عن كل شيء راح نتكلم عن استراتيجية داول تبعي وكمان راح أعطيكم تحديث عن الصفقات القادمة اللي راح نعملها وأشياء كثيرة أخرى ففيديو مهم جدنا جماعة اليوم فخلونا نبدأ هنا في هذا الفيديو مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن الأموات الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب البيتكوين حصل على انخفاض وتقدروا تشوفوا بأنه ارتفعنا إلى مستوى 90 ألف دولار وفي الواقع وصلنا إلى هذا المستوى عدة مرات والآن نحصل هنا على هذه الحركة الجانبية للبيتكوين نحصل على تقلبات بهذا الشكل ما نحصل على انخفاض كبير مثلا إلى مستوى 81 ألف دولار أو أسفل هذا المستوى فهذا جماعة يوضح لي بأنه سوق البيتكوين ليسا يعتبر قوي جدا لأنه إذا شفتم الفيديو تبعي أمس فإنتوا عارفين بأنه أنا تكلمت عن هبوط قادم ومعظم الناس راح ينخصفوا ولسوء الحظ جماعة هذا هو الشيء اللي نحتاج أن نشوفه واللي تقدروا تشوفه الآن إذا رحنا هنا إلى خلالنا نشوف فتقدروا تشوفوا بأنه في خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية حصلنا هنا على الليكوديشنز بما يقارب 850 مليون دولار تم خصفها أمس ومعظم هذه الأموال كانت للونغس أكيد ومعظم العملات التي تم عمل الليكوديشن لها كانت في الأذرس بمعنى أنه معظم الناس تم خصفهم في العملات البديلة في العملات أسفل الخمسين عملة الأولى وعشان كده تشوفوا حمام دم بهذا الشكل طيب ليش كنا محتاجين أن نشوف هذا الشيء؟ لانه إذا رأيتم يا جماعة الفيديو تبعي أمس فأنا اتكلمت عن الفوندينج ريت وأنه كان لازم نشوف الفوندينج ريت يتم إعادة تهيئة وشوفونا الآن جماعة خلوني أ Korea خلوني أوريكم فين كان الفوندينج ريت أو كم كان الفوندينج ريت في فيديو أمس طيب تقدروا تشوفه جماعة هنا بأنه قلت يا جماعة لازم إنه نشوف آدد تهيئة للفوندينج ريت لما يحصل هذا الشيء لازم أن نحصل على انخفاض علشان نحصل هذا الشيء علشان يتم خصف اللافرج لأنه في ناس كثير داخلين بلافرج كبير في السوق وكان لازم بأنه يتم خصفهم فبكل هذه البساطة أمر بسيط جدا هذا الشيء لازم يحصل هذه حقيقة مرة ولكن لازم تحصل لازم الناس أن يتم خصفهم علشان سوق الكريبتو يستمر بصعود للأعلى فإذا شفتم مجمعه هنا على الفاندينغ ريت أمس فكان هنا 0.05 في الباينانس خلنا نقول 0.06 وعلى الأوكي اكس 0.07 و0.1 على الدي واي دي اكس والبيبت 0.11 فبكل تأكيد جماعة هذه هنا فاندينغ ريت عالية جدا كانت مرتفعة في الواقع مش مرتفعة جدا يعني إذا كانت 0.3 0.2 أو أكثر فرح تكون هذه أشياء جنونية أو معدلات جنونية مرتفعة جدا ولكن هذه هنا كمان 0.05 0.06 أو 0.7 هذه لسة تعتبر مستويات معقولة مستويات مرتفعة ولكن لسا معقولة ولكن قلت في فيديو أمس بأنه لازم نحصل على انخفاض علشان تم تهيئة هذه المادلات والآن جماعة خلونا نشوف على الفاندينغ ريت بعد أن حصلنا على هذا الانخفاض طيب الآن تقدروا تشوفوا بأن الفاندينغ ريت حاليا على الباينانس 0.01 أمس كان 0.06 وعلى الأوكي اكس كان 0.07 وعلى البايبت كانت 0.11 فيعني هنا ببساطة حصلنا على انخفاض 10 اكس في البايبت فأحاليا معدلات الفاندينغ ريت الآن تعتبر طبيعية وهذا يعطينا مساحة أعلى علشان نحصل على ارتفاع آخر هنا للبيتكوين وهذا جماعة يعطينا التلميح فين أعتقد راح يتجه البيتكوين طيب وزي ما قلت بالنسبة للعملات البديلة فكان عنيف جدا معظم العملات البديلة انخفضت بشكل كبير جدا ولكن خلونا جماعة أذكركم هنا على الفريم اليومي في البيتكوين هذا الانخفاض اللي حصلنا عليه هذا هنا كان انخفاض بنسبة 6% والآن أعيز أريكم إيش اللي في العادة نحصل عليه في الارتفاعات الكبيرة للأعلى خلونا نأخذ هذا الارتفاع هنا على سبيل المثال ارتفعنا من مستوى 25 ألف دولار إلى 74 ألف دولار حصلنا على انخفاضات هنا 6-7-8-9 للبيتكوين هذه هنا طبعا أشياء طبيعية هذه الانخفاضات حصلت عدة مرات هنا شوفونا هذا التريند بشكل عام كنا نحصل على ارتفاع وهبوط ارتفاع وهبوط ارتفاع وهبوط بهذا الشكل وفي كل انخفاض حصلنا عليه في هذه الفترة كان ما بين 8-7 إلى 10% وشوفونا كمان على هذه الانخفاضات هذا هنا كان انخفاض بعشرة بالمية وشوفونا وهذا هنا كان انخفاض كبير هذا كان انخفاض بعشرين بالمية وهذا الانخفاض هنا مرة أخرى كان انخفاض وسعود انخفاض وسعود هذا هنا كان ما يقارب 5% انخفاض فيعني الانخفاض اللي نحصل عليه حاليا ما يعتبر عنيف أبدا البيتكون متماسك بشكل قوي جدا مقارنة بالأشياء اللي نحصل عليها في هذه الارتفاعات طيب والآن إذا رحنا هنا على الارتفاع اللي حصل في عام 2021 فيديو جماعة مهم جدا رح أتكلم كمان عن ليش أعتقد بأنه إحنا رح نحصل على ارتفاع وحركة صاعدة للأعلى في وقت قريب جدا بعد شوية لأنه الحيتان يحاولوا بأنه يلعبوا معكم ويحاولوا يخدعوكم ولكن أخلوني هنا أول شيء أتخلص من هذا هنا عايز فقط أن يعطيكم هنا لمحة وعن إيش اللي قاعد يحصل وإيش اللي رح يحصل لأنه أنا عارف أنه في ناس كثير جدد حاليا في سوق الكريبتو طيب الارتفاع اللي حصل في عام 2021 لما ارتفعنا إلى مستوى 63 ألف دولار من 3 ألف دولار الانخفاضات اللي حصلنا عليها كل هذه الانخفاضات هذا هنا كان انخفاض بـ 6% وكل من هذه الانخفاضات كانت منخفضة بشكل كبير جدا هذا هنا كان انخفاض بنسبة 17% وهنا كمان تقدروا شوفوا انخفاض بـ 10% فكل الانخفاضات اللي حصلنا عليها كانت في الواقع أكبر من الانخفاضات اللي نحصل عليها حاليا وأنا طبعا ما أحاول بأن أخوفكم أنا ما أحاول بأن يخليكم تقولوا أوه ممكن نحصل على انخفاضات أكثر وممكن نخفض إلى مستويات أكثر مش بالضرورة لأنه البيتكوين حاليا يعتبر أصل كبير جدا وكمان لأنه نظريتي حاليا للبيتكوين وكمان نظرة السوق للبيتكوين تعتبر بوليش بشكل كبير جدا فليسه طبعا فيه PTSD ولسه فيه جماعة ناس حاليا قاعدين على دكة الاحتياط متمسكين فقط بالعملات المستقرة مستنين لانخفاض مستنين لفرصة وكمان فيه عندنا البيتكوين ETF فأعتقد بأنه أي انخفاض وبالذات للبيتكوين راح يتم شرائه بشكل سريع جدا أسرع من الانخفاضات اللي كانت تحصل في عام 2021 ولكن جوفي نجمع هذا الانخفاض هنا انخفاض بـ 10% وهذا هنا انخفاض هذا كان عنيف جدا 31% وهذا هنا كمان انخفاض كبير كان بـ 21% وكمان هنا انخفاض آخر عنيف بـ 19% فيعني هذا مش بالضرورة الشيء اللي نعم في الواقع هذا شيء لازم تكون مجهز له أنا ما أقول بأنه احنا بالضرورة راح نحصل على هذه الانخفاضات ولكن أنا فقط أقول بأنه لازم تكونوا مجهزين لهذا الشيء وإذا انتم جاهزين لهذا الشيء فراح تقدروا بأنكم تدخلوا أرباح وأموالها إلى جدا عن طريق استغلال هذه الفرص لأنه أعتقد بأنه إحنا لسا في بول ماركت وراح نوصل إلى مستويات عالية هنا للبيتكوين وهذا يجلبني إلى الليتشارتات الأخرى اللي عايزوا لكم إياها أول شيء هو الإيثريوم تقدروا تشوفوا بأن الإيثريوم انخفض أسفل هذا الخط البرتقالي أسفل 3263 دولار ولكن مستوى الدعم القادم راح يكون هنا عند 3000 دولار طيب وبالنسبة للسولانا السولانا كمان حصلت عليه انخفاض محترم انخفضت هنا بعشرة بالمية فتقدروا تشوفوا بأنه السولانا الآن هنا لسا متماسكة طبعا أضفت مستويات دعم أخرى هنا للسولانا تقدروا تشوفوا بأنه هذه المستويات تدعم بشكل رائع جدا أوه بالملاسبة جمعة شيء آخر كنت عايز أذكره كمان للبيتكوين وهو أنه أعدلت الخط البرتقالي متابعي هذا هنا اللي كان عند مستوى 83000 دولار كان يبعد 1000 دولار بكل وضوح هذا هنا كان شيء صعب لأنه تذكروا مستويات الدعم المقاومة هذه هنا أنا حددتها قبل أن يوصل البيتكوين إلى هذه المستويات حددتها لما كان البيتكوين عند مستوى 30000 دولار و50000 دولار فبكل وضوح شيء صعب جدا فين راح تكون مستوية الدعم المقاومة ولكن أنا كنت أبعد هنا بما يقارب 1000 دولار بدل ما كان 83000 دولار هنا تقريبا 82000 دولار فقط حبيتني أنوه إلى هذا الشيء ولكن بشكل عام أعتقد بأنه هذا هنا بكل تأكيد طبعا هذه هنا تعتبر فرصة شراء رائعة وأنا في الواقع هنا قاعد أشتري أكثر وما أبيع أبدا طيب اللي عايز كمان أوريكم إياه هنا لهيمنة البيتكوين قبل أن أتكلم عن استراتيجات الدول طبعا أنا أعرف بأنه كثير منكم عايزين تحديث لكل هذه الصفقات ولكن هيمنة البيتكوين هنا على الفريم اليومي في الواقع تكسر فوق هذا الخط البرتقالي طبعا إذا رحنا هنا على الفريم الأسبوعي فأنتوا عارفين بأنه أنا قلت أنه ما أعتقد راح نغلق فوق هذا المستوى على الفريم الأسبوعي طبعا إحنا فوق هذا المستوى حاليا وخلونا نجيب جماعة فين راح يغلق هذا الأسبوع ولكن ببساطة اللي معناه هذا الشيء وهو أنه حتى على الرغم أنه البيتكوين ينخفض إلى أنه معظم سوق أو بقية سوق العملات البديلة ينخفض بشكل كثير جدا فهذا هنا هي قوي هيمنة البيتكوين وإذا شفت على هذا الشيء من نظرة المدى الطويل فهذا معناته بأنه لما نحصل على انخفاض في هيمنة البيتكوين فهذا راح يكون شيء هائل وعظيم جدا من ناحية الأرباح اللي راح تطلع من العملات البديلة وأخيرا قبل أن نتكلم هنا عن استراتيجية الداول نشرت هذا الشيء أمس خطر خطر البيتكوين رجع إلى ما كان عليه قبل 24 ساعة وهذا يضعنا في الصورة بأنه دائما أكيد لما نصل على الارتفاع أكيد راح يكون في انخفاض وكمان قلت بأنه إذا كنت تنويج جني أموال تغير حياتك في هذه الدورة فأريدك أن تتقبل الألم الناتج عن رؤية ما يحفظتك تنخفض بالنسبة 30 إلى 40 أثناء فترة الهبوط أريدك أن تصبح شخصا يستمتع بالانخفاض وشخصا يستمتع بألم أن كل شيء أصبح باللون الأحمر وبعدها ستفوز أعتقد الجماعة بأن هذا الشيء صحيح جدا هذا هو الشيء اللي أنا أؤمن فيه وبالذات إذا أنتم راح تستخدموا استراتيجية داول تبعي فلازم جماعة بأنكم تستمتعوا بالألم لأنه طيب أوكي خلونا جماعة لأننا نتكلم عن استراتيجية داول تبعي لأنه الآن الأرباح هنا من بوت إسولانا 3800 والإيثريوم 24000 دولار وهنا ما يقارب 117000 دولار للبيتكوين أكيد طبعا هنا مع الانخفاض هذا الأرباح راح تنخفض شوية ولكن عايز أكد جماعة وعايز أكرر تذكروا جماعة طريقة عمل هذه الاستراتيجيات عايزين نشوف انخفاضات هذه هي النقطة الكاملة من استخدام هذه الاستراتيجيات لما نحصل على انخفاضات فهذا معناته بأن استراتيجية داول هذه هنا تشتري في أثناء الانخفاض وبعدها لما نرتفع تأخذ الأرباح فهذا هو الهدف الكلي من استخدام هذه الاستراتيجيات وإذا أنت تخاف وتفزع لما نحصل على انخفاض مثل الانخفاض اللي حصل أمس فإما أنك أنت مش فاهم طريقة تعمل هذه الاستراتيجيات أو أنه أنت مش بوليش وإنت تعتقد بأنه إحنا راح ننخفض أو أنه أنت تستخدم مخاطرات عالية جدا وفي هذه الحالة راح أدخل هنا إلى مور وبعدها راح أدخل على تقليل رأس المال فلا تستخدموا جمعة أموال أكثر من اللي تقدروا تتحملوها لا تستخدموا أموال كثيرة راح تخليكم قلقين إذا حصلنا على انغفاض لأنه خلنا نجمعها الآن نشوف مثلا على سبيل المثال السلانة تذكروا لما ندخل جمعة هنا إلى هذه الاستراتيجيات أول شيء هذه الاستراتيجيات تدخل هنا بصفقة وهذه الاستراتيجية تشتري السلانة فإذا انخفضت أو انخفضت سعر السلانة فأكيد طبعا الأرباح المدركة كمان أو غير المدركة راح تنخفض ولكن إذا ارتفعت كمان السلانة كمان هذه الأرباح الغير مدركة راح ترتفع وعشان كذا استراتيجية البيتكوين هذه هنا رابحة بشكل كبير لانه احنا دخلنا في هذه الاستراتيجية عند مستوى منخفض فالارباح الغير مدركة حاليا الان مرتفعة ولكن تذكروا جماعة الهدف من هذه الاستراتيجية هو انه نخليها جماعة تاخذ وقتها ونشوف سحر هذه الاستراتيجية مع مرور الوقت وهذا راح يكون هنا في الارباح اللي على الجهة اليسار ارباح الجريد راح نخلي الخوارزميات تشوف شغلها وعلشان نحصل الى ارباح من هذه الجريد فعايزين بانه نحصل الى تقلبات وشوفوين 11% من الارباح الكلية لهذه الاستراتيجية قادمة من هذه الخوارزميات و46% من هذه الارباح قادمة من الارباح الغير مدركة فيعني حتى ولو انخفضنا الى المستوى اللي اشتريت البيتكوين من عنده فلسا راح تكون ارباح الجريد كما هي وعشان كذا استراتيجية السلانة الان هنا لست تعتبر بارباح حتى على الرغم انه الصفقة اللي متمسكين فيها الان هنا بخسارة لانه هذه الاستراتيجية شافت شغلها لمدة اربع ايام والشغل الجريد هنا كان رائع جدا فتذكروا جماعة بانه احنا نهدف الى 0.5 الى 1% ارباح كل يوم في ارباح الجريد ارباح المستوى هذه هنا وغير كذا اضافة الى هذا الشيء راح يكون فيها عندنا الارباح من ارتفاع السلانة الى مستويات عالية فيعني باستخدام هذه الاستراتيجيات نكون احنا نستخدم طريقتين علشان نكسب ونرباح اموال من السوق فهذا هنا الشيء رائع جدا ولكن زي ما قلنا جماعة هنا من التقلبات اللي تحصل على المدى القصير راح يكون في بعض الخسارة هنا الغير مدركة اذا السعر انخفض اسفل مستوى الدخول واذا انت جماعة مش فاهمين هذا الشيء فتأكدوا جماعة بانكم تروحوا الى صندوق الوصف لهذا الفيديو وفي عندكم كل الفيديوهات التعليمية بخصوص هذه الاستراتيجيات هنا فتأكدوا جماعة بانكم تشوفوا هذه الفيديوهات ولكن حاليا هنا جماعة التقلبات ممتازة وكمان ارباح جريد اليتريوم تقدر تشوفوا بانها 9500 دولار تذكروا جماعة بانه هذه هنا الارباح من الخوارزميات هذه هنا الارباح خلاص مغلقة ومقفلة في هذه الاستراتيجية ولكن الارباح هذه هنا اللي في النص الارباح الغير مدركة تعتمد على تقلب السعر ولكن كلما زادت تقلب كلما حصلنا على تقلبات فكلما الريدز هذه هنا دخلت ارباح اكثر فطالما جماعة وعشان كذا دائما نقول بانه طالما بانه انتوا تعتقدوا بانه احنا في نقطة من النقاط راح نوصل الى مستويات اعلى من مستوى الدخول فبشكل عام راح تكون انتهى بارباح كبيرة حتى الان اجماعة اذا لسه ما ودعتم باستخدام هذه الاستراتيجيات اعتقد بانه الان فرصة جيدة للدخول الان راح تكون في الواقع فرصة افضل للدخول من قبل يومين لما كانت السلانة هنا عند مستوى 225 الان في الواقع الدخول افضل لانه عند مستوى منخفض ونفس الشيء كمان هنا في الاثريوم فانت الان هنا تحصل على تخفيض للدخول في الاثريوم وبقية الاملات وهذا كمان هنا في البيتكوين فانت الان تحصل على تخفيض للدخول في هذه الاستراتيجية في البيتكوين افضل من الدخول في القمة وعند اعلى مستوى فهذا هنا شي رائع طيب اتذكروا جماعة بانه هذه هنا تعتمد على المداء الطويل اذا ما تقدر تتحمل التقلبات فانت ربما تتداول باموال كثيرة فتحاول انك تتداول باموال اقل وتأكدوا اكيد طبعا بانكم تضيفوه مارجن كافي علشان ما تكونوا في خطورة انه يتم اعمال ليكوديشن وخصف لصفقاتكم واستراتيجية تداول هذه هنا وتطلعوا من المولد بلا حمص فثلاثة شروط لازم تكون متوفرة وهو انك تكون انت مؤمن بانه احنا راح نرتفع الى مستوى عالية ويكون في عندك مارجن كافي علشان ما يتم خصفك واغلاق استراتيجياتك والشيء الثالث بانه ما تكون انت خايف من التقلبات هذه هنا للأعلى والأسفل هذه هي جماعة الاشياء الثلاثة المهمة اللي لازم تكون موجودة علشان تبدأ باستخدام هذه الاستراتيجيات وهذه هي الثلاثة الاشياء اللي دائما احنا مؤمنين فيها طول هذه الفترة طول هذا التاريخ اللي دخلنا فيه واحد مليون دولار من اربعة الف دولار واذا لأي سبب من الاسباب انتم مش مؤمنين بهذا الشيء يعني ربما في بعض التعليقات ويقولوا بانه انا مش مصدق بانك وصلت الى واحد مليون دولار من اربعة الف دولار فهذا هو جماعة الشيء الجميل من توثيق كل شيء في عندكم جماعة كل شيء موثق خطوة بخطوة تقدروا هنا تروحوا وتشيكوا على كل هذه الاشياء في الواقع هنا انزلوا الى الصفحة في الاسفل التاريخ وتقدروا تشوفوا كل هذه الفيديوهات من نوفمبر 2022 هذه يا جماعة هي الفيديوهات المهمة هذه هي التحديثات الكبيرة اللي كنا نتكلم فيها عن الاستراتيجيات والطريقة اللي دخلنا فيها هذه الاموال والفيديو الثالث الاخير لسه ما اضفتهم انا لسه الان شغل على تحديث هذه الملفات وفي كمان بعض البوتات هنا لازم احولها الى مغلقة في بعض البوتات مكتوب انها لسه مفتوحة ولكن في الواقع قد تم اغلاقها لانه ما عندي وقت اني اعمل كل التحديثات لهذه الملفات ولكن راح اضيف هنا كل شيء انا دائما اشتغل على تحديث هذه الملفات ولكن اعتقد لله راح اخلص كل التحديثات اللي لازم اضيفها هنا الى هذه الملفات ولكن الآن يا جماعة هنا مع الانخفاض اللي حصلنا عليه في البيتكوين هذا هنا شيء جميل جدا هذا في الواقع راح يطيني وقت علشان أعمل كل هذه الأشياء وإذا عايزين يا جماعة تدخلوا في هذه الإستراتيجيات زي ما قل طبعا الآن الوقت ما يعتبر وقت سيء للدخول في هذه الإستراتيجيات لأنه الآن أنت تدخل في وقت جيد لأنه السعر انخفض وإذا أنت عندك هذه الإستراتيجيات فلا تغلق هذه الإستراتيجيات وتفتح إستراتيجيات جديدة هذا راح يكون شيء غبي ولكن إذا أنتم لسه ما بدأتم باستخدام هذه الاستراتيجيات فهذا هنا قد يكون وقت جيد جدا للدخول وكيف تعملوا هذا الشيء؟ تقدروا تنزل يا جماعة إلى صندوق الوصف لهذا الفيديو سجلوا أول شيء في منصة البايونيكس عن طريق هذا الرابط وبعد كده تضغط هنا على هذا الرابط علشان تكون مؤهل للبونسات بعد التسجيل في المنصة وبعد كده بضغطة زر واحدة في عندك هنا بوت أو استراتيجيات البيتكوين وبوت الإيثريوم وبوت السولانا وإذا عايز تدخل هنا إلى هذا الملف وتشوف كل تاريخ التداول ففي عندك الرابط هنا موجود في صندوق الوصف طيب الآن خلونا جماعة نكمل ونتكلم عن كيف الحيتان يتحكموه ويلعبوه بالسوق وكيف إنه ممكن هذا هنا يكون فخ كبير للكل طيب تكلمنا جماعة عن هنا الفاندغريت وكمان تكلمنا عن كيف بأنه راح يخططوه وراح يحاولوا بأنهما يخصفوا الناس علشان يستفيدوه ويأخذوا كل هذا اللافرج وطبعا كثير من الناس تم خسفهم هنا طيب الحركة الكبرى القادمة اللي راح يعملوها وهو إنه راح يرفعوا السعر مرة أخرى إذا شفنا على خريطة الليكوديشن فتقدروا تشوف هنا في خالة 48 ساعة الماضية تم إضافة شورت كثيرة إضافتها إلى هذا المستوى عند 90 ألف دولار فالي راح يحاولوا يعملوا الآن وهو إنه راح يحاولوا يقنعكم بأنه الآن هذه هنا نهاية البولرن راح يحاولوا إنه يخليكم تبيعوا في هذه النقطة راح يحاولوا بأنه يخليكم تبيعوا في السوق هنا وبعدها اللي راح يعملوه هو إنه راح يرفعوا السعر البيتكوين إلى هذا المستوى علشان نوصل إلى هذه النقطة عن 90 ألف دولار وهنا عند هذا المستوى كل الشورتس اللي تم إضافتها عند هذا المستوى راح يتم خسفهم وراح يرتفع سعر البيتكوين أكثر هذا الشيء طبعا ممكن يحصل في مدى قصير ممكن كمان يحصل على مدى طويل ممكن يحصل في خلال ثلاثة أيام وممكن يحصل في خلال سبع أيام وممكن كمان يحصل في فترات طول من هذه فالممكن يعملوه وهذا في الواقع شيء يعملوه في العادة وهو إنه يخلوا حركة السعر بهذا الشكل ويخلوكم تؤمنوا وتعتقدوا بأنه ارتفاع البيتكوين خلاص انتهى والناس يفقدوا الأمل والناس يبدأوا بالبيع وبعدها يرفعوا السعر إلى مستوى الليكوديشن منطقة الليكوديشن نفس هذا الشيء اللي وردتكم يا هنا وبعد كده يتم خصف الناس في السوق ويخسروا أموالهم والسعر يرتفع للأعلى فلا توقعوا جماعة في هذا الفخ وطبعا أكيد إذا أنتوا الآن تعتقدوا بأنه إحنا في بير ماركت وإنه راح لنخفض فأكيد لازم أنك تدخل بيع في السوق ولكن خليكم على علم بأنه هذا هو بالضبط الشيء اللي راح يحاولوا يعملوه راح يحاولوا بأنه يخليكم تعتقدوا بأنه البولران خلاص انتهى راح يحاولوا بأنه يتم خصفكم ويحاولوا بأنه يطلعوكم من السوق في أثناء الصعود لما البيتكون يرتفع فخليكم على علم بأنه في ناس قاعدين يلعبوكم حاليا في السوق طيب من ناحية صفقاتنا القادمة إيش هي الأشياء اللي راح نعملها إنتوا عارفين بأنه قبل كم يوم أنا دخلت هنا في صفقة فردية ولازم أني أحدث هذا هنا وخليه بشكل جيد الشكل هنا مش جيد في صفقة على تابت وردتكم إياها كمان على القناة وردتكم متى دخلت ومتى طلعت وألف مبروك لكل الناس اللي حصلوا على أرباح ودخلوا معي في هذه الصفقة واستفادوه من هذه الصفقة ودخلوا أرباح كبيرة طيب راح نبدأ يجمع الآن مرة أخرى بأنه نضيف الصفقة الصفقة اللي راح نحاول ندخل فيها وهو إنه إذا انخفضنا إلى هذا الانخفاض عند مستوى 85 ألف دولار فراح أضيف شوية هنا في البيتكون وإذا انخفضنا إلى مستوى 82 ألف دولار فهذا هو المستوى اللي راح أضيف فيه الصفقة أكبر راح كمان نستخدم نفس الشيء منصة تابت تابت كمان متاحة لمستخدمين أمريكا والمستخدمين في بريطانيا ففقط جماعة حبت أني أنوه إلى هذا الشيء بأنه أنا راح أدخل في الصفقة زي ما أنتم عارفين كالعادة أنا دائما أنبهكم قبل أن أدخل في أي صفقة فإذا عايزين جماعة تنضموا معي في هذه الصفقة فأكيد تقدروا تستخدموا بايونيكس إذا أريد عندكم حساب في منصة بايونيكس فتقدروا تروحوا هنا إلى الفيوتشارز وبعد كده فيوتشارز تريدينج وراح تقدر تضيف نفس الصفقة هنا هذه منصة رائعة جدا ولكن كمان تأكدوا بأنكم تشوفوا هذه المنصات الأخرى الموجودة في صندوق الوصف زي ما قلت تابت متاح للمستخدمين في أمريكا وبريطانيا تقدروا تحصلوا على 150 دولار مجانية بونس عن طريق هذا الرابط وفي عندكم البيتغيت وفي عندكم البيتغيت فأتأكدوا جماعة بأنكم تستخدموا المنصة التي تحبوها من كل هذه المنصات الموجودة في الأسفل طيب لاحقا الليلة راح يتم الإعلان عن معدل التضخم راح يكون في تقلبات كبيرة اليوم وبكل تأكيد هذا هنا راح يأثر على سعر البيتغوين والتوقعات الآن هو بأن التضخم راح يكون عند 2.6% والكور انفليشن راح يكون عند 3.3% إذا الكور سي بي آي طلع 3.4% أو أكثر فهذا راح يكون أول ارتفاعين متتاليين منذ سبتمبر 2022 وهذا هنا كمان شيء مهم لأنه اللي قالوا الفيدرالي إذا فأجانا التضخم بالارتفاع قبل ديسمبر فهذا قد يضطرنا إلى التوقف فربما راح يتوقفوا عن تنقيص معدل الفائدة حاليا إلى أن ترجع معدلات التضخم تحت السيطرة ففقط جماعة خليكم حذرين من هذا الشيء إذا معدل التضخم طلع أعلى من المتوقع فالسوق راح يقول أو ما راح يكون في تنقيصة لمعدل الفائدة قادمة وهذا أكيد طبعا راح يقود إلى انخفاض هنا للبيتكوين فخليكم مجهزين لهذا الشيء هذا الشيء ممكن يحصل بالنسبة لي اللي أعمله الآن وهو أنه أخلي صفقاتي والسراتيجيتي تشوف شغلها تذكروا جماعة بأن التقلبات هو الشيء اللي احنا عايزينه هذه هي الطريقة اللي ندخل فيها هذه الأرباح وأكيد طبعا إذا في أي شيء فرح أضيف في الواقع أكثر في أثناء الانخفاض فشيء مهم جدا بأن الواحد يحط هذا الشيء فيه على الأتبار فما في أي شيء تغير جماعة لسه قاعدين نشوف تدفقات هائلة الداخلة إلى السبوت بيتكوين اي تي اف حتى كمان في الاثيريوم اي تي اف نشوف الآن جماعة نستمر بأن نشوف تدفقات كبيرة داخلة إلى الاثيريوم اي تي اف فشيء مهم جماعة بأن الواحد يستمر بمراقبات هذا الشيء وكما جماعة إذا شفنا على كمية التذر حاليا خلونا نشوف على السبعة الأيام الماضية تقدروا تشوفوا بأن كمية التذر في السوق اللي هي العملاء المستقرة التذر ارتفعت من 120 مليون دولار متاحة إلى ما يصل إلى 125 مليار يو اس دي تي ففي خلال سبع أيام أجمعها أو خمسة أيام أضفنا هنا خمسة مليار إضافية إلى السوق ولأي شيء تعتقدوا بأن راح يتم استخدام هذه العملات المستقرة أكيد راح يتم استخدامها لشراء البيتكوين وراح يتم استخدامها لشراء الكريبتو فنشوف جماعة هنا أموال أكثر وأكثر تدخل إلى فضاء الكريبتو وهذا هناك شيء هائل جدا وإحنا جماعة لسا بعيدين جدا من القمة في الأسفل في عندنا هناك معشر النوبل اللي هو معدل الأرباح والخسارة لغير المدركة ببساطة يعني كم كمية الناس اللي داخلين بأرباح حاليا وفي العادة لما نوصل إلى القمة نشوف نشوة نشوف كثير من المحافظ تكون بأرباح فوق 80% وإحنا الآن لسا مش قريبين من هذه النقطة إحنا الآن لسا بعيدين فلسا في عندنا إمكانيات أكثر للصعود الأعلى على مؤشر النوبل جماعة أتمنى بأن هذا هنا كان شيء مفيد ومعلومات مفيدة لكم هذا هو اللي أعتقد بأنه راح يحصل خليكم مجهزين للتقلبات ولكن بكل تأكيد يحاولوا بأنه يوقعكم في الفخ يحاولوا أن يخلوكم تبيعوا البيتكوين تبعكم يحاولوا بأنه يخسركم أموالكم ويطلعكم من السوق وراح يرفعوا السعر إلى مستوى الليكوديشن هذا هنا منطقة الليكوديشن علشان يعملوا الليكوديشن ويخصفوا الناس ويخسروهم أموالهم ولكن معدلات الفاندينج ريت الآن بدأت بأن تكون شكلها صحية مرة أخرى في البيتكوين والعملات البديلة فما راح أكون قلقة بشكل كبير بخصوص هذه الأشياء إذا كنت بوليش إذا كنت متفائل أمس وإذا أنت متفائل قبل ثلاثة أيام فما أشوف أي سبب يخليك تكون متشائم حاليا طيب جماعة هذا كل شيء عندي لكم اليوم بالتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم